اشتركوا في القناة وعشرين صح أهل العراق على خبر استهداف أو محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الخبر كان يتحدث عن طائرات مسيرة طائرتين مسيرة قذائف اطلقت على بيته ونجا من الحادث ومن يومها وبدأت التسريبات وبدأت تصريحات ومنها تصريحات الكاظمي نفسه ان هناك قوى خارج عن القانون قوى ميليشياوية معروفة وقالها الكاظمي اكثر من مرة نحن نعرف منهم ونعرف لماذا استهدفوا استهدفوا رئاسة الوزراء في العراق والبعض قال استهدفوا السيادة العراقية حصروا السيادة العراقية كلها في رئيس الوزراء البعض قال انهم استهدفوا الاستقلال والسيادة لان الاستقلال والسيادة يمثلها رئيس الوزراء البعض قال انهم استهدفوا هيبة الدولة وهكذا استهدفوا القانون استهدفوا القرارات استهدفوا كل شيء وبالتالي المهم من القضية انهم قالوا وعلى رأسهم الكاظمي قالوا نعرف منهم وما هي الا ايام وسنفسح عن اسمعهم ومرت الايام ومرت اسابيع ولم يعني يحصل شيء لم تحصل يعني اماطة اللثان مثل ما يقولون عن الحادثة من وراء هذه الحادثة من يجه المنفذة الشارع يعرف يتداول اسمع ويتداول قوامل شواوية معينة لكن تبقى الحكومة التي قالت انها شكلت لجنة عليا للتحقيق من القيادة العامة ومن الامن القومي ما عرفوا منين وقالوا انهم يعني سيصلون الى النتيجة وسيعلونها الى الناس مع ان هذه المحاولة محاولة الاغتيال يعني جوبهت بشكل غريب عجيب يعني الحقيقة وجدنا ان كل العالم قد استنكر هذه المحاولة وقد ايد الكاظمي بدءا من مجلس الامن دول العظة في مجلس الامن كل دول الدنيا ربما قاطبة لم تبقى دولة اذا ما ارسلت برقية او اتصال من مسؤوليها لتؤيد موقف الكاظمي وتتحمد له على السلامة وسلامته وتستنكر العمل هذا الذي جرى طيب اذا العالم بهذه الصورة كله مؤيد او واقف وراء اي اجراءات يتخذها الكاظمي بحق هؤلاء لان الكل كانوا يؤكدون ان هذه محاولة غادرة وغير مقبولة ويجب عدم سكوت عنها وهكذا كان الكاظمي يتوعد وبالاعلان عن اسماء المشتركين فيها والذين يهددونه الميليشيات التي تتظاهر خارج المنطقة الخضراء كانت كثير من الملابسات قد جرت يعني والحديث عنها كثير لكن بعد التي واللوتية كما يقال وبعد مرور الوقت بدأت احاديث تخرج عن ان هذه المحاولة مثل ما قالوا بالبداية البعض قال شكك في هذه القصة وفي هذه الرواية قالوا انها كذا هذه تأليف مؤلفة من قبل الحكومة ومن قبل الكاظمي لرفع شأنه لدفعه لتولي حكومة جديدة في العراق لتولي دورة ثانية للحكم في العراق لترشيحها مرة اخرى لحكم العراق بعد الانتخابات هذه التي جرت اللي قاطح اكثر من 85% من العراقيين عموما بعد كل هذا خرجت وسائل الإعلام وبعض الصحفين والإعلامين مع الأسف الذين يتبعون الكاظمي قالوا ان الساعات القادمة ربما سنعلن عن تفاصيل مهمة ومثيرة في قضية اختيار الكاظمي ونسقط كل من يتحدث عن أنها يعني مدبرة أو كذا على الشكل وإذا بعد صبر طويل وبعد كل هذه الأيام الطويلة بعد نحو حوالي شهر يعني أقل من شهر حوالي ثلاثة أسابيع أو أكثر بقليل مرت وإذا به تعرضون فيديو الانفجار هنا وهناك على بيت الكاظمي القضية الشعب ينظر إلى القضية ليس لا يريد أن يرى مثل ما يقال يعني هذه الانفجارات أو لا يريد أن يسمع صوت هذه الانفجارات وسمعها ورأى كثير من الانفجارات وسمع ملايين الانفجارات منذ عام 2003 لحد الآن الصوات الانفجارات والقنابل المنفلقة كثيرة هو يريد أن يعرف في واقع الحال يريد أن يعرف من وراء هذه العملية يريد أن يعرف أن هذه الحكومة هل هي حكومة شجاعة وطنية وتستطيع أن تواجه الناس وتقول للميليشيات أنت ميليشيات فعلت كذا وكذا وكذا يريد من الحكومة أن تواجه المجرمين مثل ما قالت وتقول لهم أنتم من فعلتم هذا والمسؤول عنها فلان وفلان وفلان وتقف وراها الدولة الفلانية الكل اتهمة إيران لكن إيران في نفس الوقت ترسل برقية استنكار لهذه العملية والاتهامات تطال ميليشيات تابعة لها والطائرات المسيرة تمتلكها إلا الميليشيات وإيران من يمتلك هذه الطائرات والقوى الأمنية من يمتلك هذه الطائرات مواطنين عراقيين بسطة يمتلكون هذه الطائرات المسيرة وهذه القنابل لا أحد يمتلكها إلا هذه الميليشيات وبالتالي يعني ميليشيات هذه التابعة لإيران تتهم أمريكا وتتهم إسرائيل والقضية كبيرة لكن ما يهمنا في هذا الموضوع أن الحكومة إما أن تكون حكومة وقادرة أن تحكم الشعب وتفرض سلطتها تفرض سلطة القانون على الجميع وأما أن لا تكون وأن لا كانت كذبة كبيرة مثل ما يعرفها أهل العراق أهل العراق لهذا ثاروا 18 سنة يعرفون أن لا حكومة في العراق ولا دولة في العراق وأن هذه الحكومات حكومات كرتونية ومأجورة ومن يتحكم بها أيادي الخارجية وأنها لا تستطيع أن تفعل شيئين هذا واقع الحال وبالتالي عندما يحصل حادث كبير مثل هذا استهداف رئيس الوزراء بالاغتيال بعملية اغتيال ولا تخرج الحكومة ولا يخرج رئيس الوزراء ليقول هذه الجهة هي المسؤولة عن استهدافنا وعن محاولة قتل رئيس الوزراء رئيس الوزراء ليس منصبا محجوزا للكاظمي وغير كاظمي من تقولون هذا جزء استقلال العراق وسيادة العراق وهيبة العراق طيب هيبة العراق وسيادة العراق واستقلال العراق هلا تستحق أن يخرج الكاظمي وغير الكاظمي يقول هذه الجهة التي استهدفت هيبة العراق واستقلال العراق وسيادته هذا وضع العراق هذه وضع حكومات العراق مع الأسف الشديد وهذا وضع الشعب العراقي المسكين الذي يقع في الطائرة وحكم هذه المجامع التي تسمي نفسها حكومات والتي تتحكم بها الميليشيات وتخاف من الميليشيات وتخاف أن تصرح بإسمها بالتالي هذه العملية تشبه عمليات سنخرج القتل وسنمسك الفاسدين وسنصرح بأسماءهم ونقول من هي الميليشيات نفس الكذبة نفس القضية والتالي لا الحكومة قادرة هذه ولا القوى قادرة أن تقول على القاتل أنت قاتل والسارق أنت سارق والفاسد أنت فاسد لأنهم مجموعة جزء من هذه العملية جزء من هذه الدائرة الخربة التي دمرت العراق وبالتالي ما يحدث في العراق يتحملون مسؤوليته والصورة بهذا الشكل وإذا كانوا عن حياتهم أو دعنا من حياتهم مثل ما يقولون عن سيادة العراق وهيبة العراق واستقلال العراق لا يستطيعون أن يقولوا الجهة التي استهدفت هذه القيم العالية فكيف؟ طبعاً وهي لا سيادة للعراق ولا استقلال ولا هيبة للعراق الحقيقة هذه معروفة للجميع لكن على ذلك هم يدعونها فعليهم من يدافعوا عنها ويقولوا من استهدفها هذا واقع الحال لذلك لا ينتظر أهل العراق إلا محاولات كذب وتسويف ومحاولة اللعب على الآخرين لأن لا حكومة قادرة على الميليشيات ولا حكومة تستطيع على الميليشيات والعراق تحكمه الميليشيات أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة